وابتزاز اقتصادي وضم هذه المحطة لشبه جزيرة القرن بالنسبة لروسيا هو مكسب اقتصادي وليس مسألة انهاء الحرب يعني هذه وجهة نظر الأستاذ الفاضل وجهة نظر محترمة وفيها شيء من الصحة لكن موضوع انه الروس فعلا روسيا في كل الازمات تمارس دورا تخريبيا يعني شوف انت لما دخلوا الى اوكرانيا امعنوا تمزيقا في الاراضي الاوكرانية المحتلة موضوع القرم موضوع مهم جدا الى روسيا القرم الى الان ما احد اعترف باحتلال القرم وضمها الى الاراضي الروسية روسيا يعني لن تتورع عن استخدام اي ورقة لتحقيق اهدافها هذا امر يعني لا ما اعتقد هناك خلاف عليه يعني مهما زوقنا الكلام لكن الحقيقة روسيا تلجئ الى وسائل يعني غير اخلاقية في سياساتها في امورها لتحقيق اهدافها هذا امر يعني مفروغ منه عموما الدول الكبرى لما تجد انه قوة اضعف من عدها وما تقدر تسحقها تلجئ الى يعني اساليب غير شريفة في التعامل مع الازمات يعني احنا الان نتكلم عن اراضي محتلة وعن منشآت نووية وعن ضرر قد يصيب كل سكان الارض لكن تشوف روسيا ممكن تأجر في هذه القضية ما عدها مشكلة في كل الامور وحتى في الجانب الاقتصادي روسيا لن تتورع عن استخدام هذه القضية للضغط على الاتحاد الاوروبي هذا ما سيده ما فوما يعني طيب